الحقيقة وإحنا بنتكلم عن حلقة جديدة في صباح الخير يا مصر ما فيش أحسن لإحنا نبدأ الحلقة دي بالحديث عن السياحة أو المقاصد السياحية في مصر لأن مصر حابها الله بعدد من المحافظات اللي بتعتبر هي محافظات سياحية بطبيعة الحال ويحدث ولا حرك بقى عن أثارنا اللي موجودة عندنا عشان كده بنسأل حضراتكم النهاردة سؤال بنقول لو جات لك دعوة لزيارة مدينة سياحية في مصر إيه أكتر مكان تحب اللي أنت تزوره في مصر تحديدا منا إيه أكتر مكان سياحية الحبيب في مصر والله يا عبد السمد لو كنا سألنا السؤال ده منش فترة طويلة كنت هقول لك الأماكن الشاطئية اللي بنبقى متعودين نروحها بنبقى مصوتين فيها أنا مش بحب قوي الأماكن الشاطئية الصخبة اللي هي مليانة كافيات ومليانة خروجات وكده لا أنا بحب أستمتع بالشاطئ الفاضي الشاطئ القديمة اللي هي نفس الستايل بتاعت وإحنا صغيرين أنا بحب المود ده يعني بحب أبقى رايحين البحر براحتنا أكتر خلينا في الواقع إيه أفضل مكان سياحية لو النهاردة جات لك دعوة ديني فرصوت لا أنا مش أعرف كل ده خلاص أنا فهمت المود والدماغ اللي أنت عاوزهاها دلوقت إيه أكتر مكان بقى هتحب تروحي في صباح الخير إحنا عملنا حاجة لطيفة قوي سنة اللي فاتت إحنا خدناكم مشاهدينا ولفينا بيكم أغلب محافظات مصر يمكن فضلنا ست محافظات نبقى خلصنا محافظات مصر كلها فإلا أنا اكتشفتوا أن كل محافظة نقدر نقول عليها محافظة سياحية مش بس المحافظات المتعودين إنها مشهورة عنها إنها محافظات سياحية لأ صباح الخير يا مصر كانت بتطلع كل يوم خميس من محافظة وكل مكان يا عبدالصمد اكتشفت إن فيه أثار وفيه أماكن مختلفة وفيه أثار بقى مختلفة مش الأثار يعني بس حاجات فرعونية زي ما إحنا متعودين أو حاجات مقدورة مصرية وللأسف اللي كل بيجي في دماغ فكرة الأثار يبقى أنا أماكن فرعونية خالص ده لقيت بقى حاجات من العصر الإسلامي وحاجات من العصر القبطي وحاجات قديمة جدا روماني سكيدري أيما أنا بقولك المحافظات اللي مش متعودين نتقال عليها إنها محافظات سياحية يعني مثلاً كنتش عارف إن بني سويف مثلاً دي محافظة في الصعيد مش متخيلة إن فيها أماكن سياحية إن سوهاج ما فيهاش مثلاً سياحة لا بالعكس لقيت فيها حاجات وآخر خطيرة وأماكن يعني فيه أماكن كتير جداً ممكن نروحها إحنا مش متعودين عليها أعتقد إن الفترة الجاية فيه شغل كتير قوي إن إحنا نبرز حاجات كتير عندنا مصار العينة المقدسة ده الواحده لما يلف المحافظات واللي بدأ فعلاً يحصل فيه هتلاقي سياحة دينية سياحة شاطئية سياحة ثقافية كل طبعاً للاستشفاء ويمكن ده اللي بيميز مصر منه عن غيرها من المدن أو الدول الأخرى تحديداً فكرة اللي انت عندك كل أنواها سياحة حدثوا الحركة تكلمنا على سياحة دينية تكلمنا على سياحة بيئية موجودة عندنا دلوقتي يبتدين أن نحنا يعني ناخد المصار ده تكلمنا على سياحة السكاي دايفينج دلوقتي كمان بقت موجودة عندنا في مصر وبقى عندنا شركة سكاي دايفينج ويشوفنا يمكن برنامج من إنتاج الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية البرنامج ده تحديداً يمكن كشف لنا وجه مصر الذي لم يرى أحد من قبل فكرة اللي انت تشوفي مصر كلها من فوق بالطيارة والبرشاط وابتاع عارفة في عندنا حالة كده لكي لها لو سألتيني السؤال ده بقى إيه هو أفضل مكان سياحة لو جات لك ده وتروحه هقولك أنا بطبيعة حالي كوني اشتغلت مراسل قبل ما أكون مضيع فأنا لفت تقريباً كل بقى محافظات الجمهورية أنت تكوني قادر لك ستة لأنا لفتهم كلهم قفلتهم كلهم؟ كلهم والله أنا أفكر أني حامل راكورد لا لا أنا لفتهم كلهم بس أفضل أماكن وهي الأحب إلى قلبي يديني بقى وجه بحري كلهم وجه إبلي آسف كلهم راحة نفسية بحبها في محافظات الصحي هل ستقول محافظة حدودية؟ لا أنا عارف أن المحافظات الحدودية سانت كاترين وشمال سيناء أنا بالنسبة لي دول أنا أعرف أنت خيالك هتقول دي حاجة خاصة بالنسبة لي دي حالة خاصة عندي لكن نبعد عن سانت كاترين ونبعد عن شمال سيناء ونروح للمحافظات وجه إبلي تحديداً محافظات الصحي كم من الرحة النفسية أنا عاوز أقولك لو كان فيه مثلاً استحقاق دستوري كنت دايماً بتسابق اللي أنا أدوني أي حاجة وجه إبلي أطلع أغطي فيها ليه أنا بحس براحة هناك فأنا لو هختار محافظة تحديداً سياحية علشان ألبي فيها الدعوة دي هختار أسوان آه يا سالية أنا شفت في أسوان كم والموقف اللي حصل لك معي لا أنا هقولك بقى موقف حصل لك مع أسوان تحديداً بس أنا شفت في أسوان كم من الطيبة كم من السماحة والبشاشة اللي موجودة في وجوه يعني إخواتنا المصريين هناك بصراحة حاجة كده تخليك عندك حالة من حالات الراحة والاستجمام في محافظة الأسوان تحديداً لكن أنا هتكلم على أسوان لأن أنا في أسوان يمكن كان في 2018 كانت أول زيارة لي لأسوان بالمناسبة يعني مش من بعيد 2019 عفوا وأنا هناك في 2019 كنت البداية كانت مهمة ما كنت بتعملي أيام الجامعة؟ فين رحلات الأسر وأسوان بتاعت نص السنة؟ أنا كنت شاب كويس جداً والله ما كانش عندي الكلام ده كله ولا أطلع رحلات مع أصحابي لا معروفة الأسوان في أجازة نص السنة في الجامعة لا ما طلعت هاش أخوي الصغير طلع والبسط جداً وبالمناسبة كله بيقول لي أنت يعني ضيات أكتر في فترة رحلة الجامعة تحديداً أول رحلات اللقصر وأسوان التابعة لوزارة الشباب والرياضة خطير لأن هي الموضوع بيحب لمة وجروب ويبقى فيه مرشد سياحي يشرح لك كل حاجة بس أنا الحمد لله يعني بقولك ربنا كرامني إن أنا كان عندي زمايلي هناك وينزلوا لي تورجايدوا ويبتدوا يشرحوا لي كل هذا لكن الموقف اللي حصل معي اللي أنا خلص مهمة الشغل ومشي كرورو الشغل كله وبقيت إن هناك لوحدي يعني جالي تكريف اللي أنا بقى هناك لوحدي طبع أنا هعمل إيه يعني هتحرك إزاي كان ده أول سؤال في بلد أنا غريب فيها فنزلت القتال قلت للولد اللي موجود تحت أستأذنك أنا عاوز عربية الصبح تيجي تاخدني للقطالة اللي هناك كما تقريباً ما فيشغل القتال أو تلاتة حاجة كده فقال لي طيب تمامي فانت بوصلته هو بقى عربيته جل صبحي خدني بوصل الشعب يعني لا 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 هو شعب كريم بشكل يعني فوق الوصف فأخدني وداني هناك دي جدعانة دي ورجعني ورجعني طب إيه الحساب لا قال لي هو بعد الشغل بيشغل العربية بتاعته زي تاكسي طب هنتحاسب زي قال لي لما تخلص المدة بتاعتك شوف انتعاد كامل تقول أنا على التلاتية قال لي لما تخلص خالص هنتحاسب فهو موديني للقطر كان بقى حسابنا تخالي يا منا في الثلاث يام اللي كان مش عارف بوصل أرقام ستين جنيه في ثلاث يام رقم أنا عمري مثلا عندهم رضا بشكل فوق الوصف ما شفتوش في حياتي خلاص وعندهم كمان ربنا يعني حابة المحافظة دي تحديدا بكم من الاستجمام والطبيعة الخلابة والأثار وعندهم زي ما بقول الحالة من البشاشة لأ أنا بحب أسوان بصراحة تحية لأهلنا في أسوان وتحية لرجل الطيب اللي أخد باله من عبدالصمى الثلاث يام ده يعني عمل عمل جالب اندي بختاري لي محافظة بعينها بصها لم أقدرش أقول على الوجه إبلي بالنسبة لي تعتبر سياحة أنا أولادي صعيدة أنا عارف وجوزي كمان طبعا سعيدي فأنا بالنسبة لي دمت داد البيت إحنا عندنا بيت هنا وبيتنا في الصعيد فأنا بالنسبة لي مش باعتبرها مكان سياحة هو يعني ده مسقط رأس أولادي يعني حتى وإن كنا مقيمين في قاهرة فأنا مثلا بستمتع جدا بكورنيش إنا الناس كلها تتكلم عن كورنيش إسكندرية لكن لا كورنيش جنة حاجة تانية خالص والطريقة اللي معمول بيها زي ما بيقولوا فلا طبعا في أماكن كتير قوي مختلفة لما تيجي تروح لغاية معبة دندرة وتشوف الألوان وهي فراش كأنها لسه مرسومة من المعابد اللي تلاقي فيها الألوان الأخضر لونه أخضر فعلا الألوان زهية وكأنها لسه مرسومة دلوقتي ودي من الأماكن اللي ما خضعتش للترميم أو للتجديد كتير دي من الأماكن البكر اللي لسه محفظة على جمالها من الأول فلا طبعا عندنا أماكن رهيبة خلينا على مدار الحلقة نعرف منكم ونستعرض منكم أكتر المحافظات السياحية اللي انتوا بتحبوا تروحوها أو أصلا أنتوا شايفين أن كل المحافظات ينفع تبقى سياحية ولا لأ ده سؤالنا اللي موجودة على صفحاتنا على فيسبوك وإنستجرام بستنينكم تبعتولنا وحنكون موجودين معاكم وصباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر